الحقيقة أنا جاء أتكلم النهاردة على موضوع يمكن قد يعني هو بسيط من ناحية نحن على الأقل اللي نحن نتكلم فيه بس الحقيقة الدروس المستفادة منه أهم بكتير قوي من الموضوع في حد ذاته الموضوع هو موضوع الأسود اللي على مدخل كبري أصر النيل الحقيقة الموضوع ده أخذ يمكن ضجة كبيرة وكالمعتاد على وسائل التواصل الاجتماعي فيه ناس بتتبارة أنها يعني تدلي بدلوها في مواضيع وبدون تحرية دقة موضوع ببساطة هبتدي بيه الأول وبعدين أتكلم عن الدروس المستفادة أو إيه اللي احنا شايفينه ممكن نتعلم منه الموضوع أنه محافظة القاهرة ابتدت تعمل حملة كبيرة لتنظيف وصيانة الأسار آسف التماثيل اللي موجودة في المحافظة القاهرة استعانت بالمجلس الأعلى للأسار لأن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه التماثيل ومثل هذه النوعيات من التماثيل المجلس الأعلى للأسار لما بيشتغل في الموضوع ده بيعد يعني خطة معينة وبيصور وبيعمل الكلام ده واللي تم مع الأسود بالزبط هو تنظيف بطريقة يعني باستخدام الهوى وفرش خفيفة وبعدين تم غسله بصابون متعادل ده مقصص لهذا النوع من الحديد أو من نوع ده من الحديد المصنوع منه التمثال وبعدين تم وضع نوع من أنواع العازل عليه هذا العازل قد يبدو بيلمع شوية إنما مع المتغيرات الجوية ومع ظروف الجوية بيأخد شكله الطبيعي الموضوع ده يعني مدروس علميا معروف كيفية التعامل مع هذه التماثيل والأهم من كده إن احنا عملنا صيانة قبل كده مجلس الأعلى للأسار لنفس التماثيل ودليل نجحهم في عمل الصيانة هو إن لما كشفنا على التماثيل في البداية ما فيهاش أي نوع من أنواع الصدق دليل إنه النوعية اللي استخدمت والطريقة اللي استخدمت فيه الصيانة كانت طريقة صحيحة